اشتركوا في القناة 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 هنا زيت الملح وهنا غدا نزيد هاد البودور ديال نورا ديال الشمس إذا بغيتو تقدرو تهرمشوهم واحد شوية تستعملوهم بحل شكل طقيق يعني شمرات كنطحنهم كنستعملوهم بحل شكل طقيق كيلسقو على ديال البطاطا وهنا زيت شوية ديال زيت الزيتون كيف قدليكم الفرن ده براح كيسخن وغدا نزيد هنا يا واحد الحبة ديال البصل فصراحة كنت كننسيتها ديمن كنزيد هديك اللي كان البطاطا اللي كان طيب في الفرن كنزيد لي هديك الحبة ديال البصل كتلددها بزيف وبتطرم بسلو قشرها خضراء سافيك ندخلها الطيب دخلت دابا البصل الطيب ودابا غدا نجيب الحشوة يعني البصيلة والقرعاء كانوا بردو خديت وحدة السالة دي بش ما يطبش لينا البيض من الأحسن نخليوها تبرد واحد شوية انا غنطب لها غنزيد شوية ديال الفلفل حراء انا هدا هاد الفلفل الوردي لما كانش عندكم مش مشكلة تقدروا تستغنوا عليه انا غنزيد حتى الكوركم تقدروا تزيدو حتى الزنجبيل انا هاد النهار ما استعملتوش لانا ما بقاشا عندي غنزيدو شوية ديال الفلفل حراء شوية ديال التومة حطوا وجين هادا كيجي لديد بزاف هاد القرعات هادو تقدروا تطيبوهم انا شمارات كنطيبو ماء في الفرن كنزيدو شوية ديال القصبر يابس يعني تديروهم على شكل كغاتا وطيبوهم في الفرن انا زلت الكامون كنزيدو حبوب على قبل باش باش ما يمررش لنا كيجي المادا قد ديالو زوين بزاف مع البيض والبصلة هاد الحشوة هادي كتجي يعني المكوينة ديالها مواتين مع بعضهم والنفس ديال الكمية ديال يعني نفس الكمية ديال البصلة وذيك القلب ديال القرعات زلتو هنية ديال القصبر والمعدنوس انا نقصبرو المعدنوس تعمل قبطة ديال القصبر وقبطة ديال المعدنوس يعني هدا هو الاساس ديال هاد الحشوة ودبا هاد الحشوة هادي غدا نقصمها على زوج غدا ناخد واحد شوية باش غدا نزيدو يعني كسلسة يطيب يعني طيب في تاجين باش نستمليا السلسة والنص الاخر هو غدا نعمر به اه يعني انا خديت القياس لا غدا يعمر لي عندي خمسة ديال القرعات ديال الحبات ديال القرعات اخديت القياس لا غدا يعمر لي وما تبقى اه بعد تبقى خليتو باش غدا نزيد ان اه يعني نزيدو على اه الطماطم لان انا غنستعمل الطماطم منسبة ال البيض استعملت حبات ديال اه اربعات ديال حبات ديال البيض فقط كافيين لان هادك القرعات انا عارفة بان كل واحدة لان دا عادة كندير ان ايا اا اا بيضة كنفقصها الداخل يعني كنديرها كنحلها وكنديرها في قرعة عارفة بان كل قرعات هزت قريبا بيضة الا استعملنا غير البيض ونستمنى هنان شمارات كندير هاكدا بما ان كين الحشوة وكين شوية ديال بصلة وقصبور ودك شي بدك شي بس تعملت غير ربعة يعني اجت الحد في القد يعني تلب قاتلكم شي حاجة مش مشكلة تعملوها طيبوها بحل شكل اوملات ركا جيل ديال بزا فحد هان الحشوة هادي تقدرو تزيدوليها كنزيدليها انا عادة جلبانة كنزيدغيشي شوية ولكن ما كانش عندي هاد نهار داك شي باش ما استعملتهاش تافي هنا اخديت الطماطم قطعتها هكا دوائر اه و ادب هاد الوصفة هدي عادة ان انا كنطيبها في الفران مني كتطيب في الفران اه ديك المطيشا ما كتطلقش المدية لها بحل مني كي طيب في الطاجين بما اني طيبتها هاد المرة في الطاجين اه السلصة دي اه الطماطم تلقات لي شوية ديال لما اه وطريس باش نزول الغلاقة ديال الطاجين ونخلي اه يعني الطاجين اه انشفلية اه الا بغيتو تقدروا يعني تطيبو مطيشا بوحدها وعاد اعاد زيدو عليها هاد القرعة وهاد البصيلة هادي لان البصيلة ما كتطلقش المال لانها ديجا مشحرة وإلا كتطيبو عن السلصة ديال يعني تطحنو مطيشا على شكل سلصة وعاد تزيدو هاد القرعات هاد رضغية كتووجد هاد الطواجين هادا عندكم غيدك يعني فشكة شحرة البصيلة وصافيرة هاد طواجين دغية كيوجد وقف قلت ليكم تقدرو تطيبو في الفرن تيرو في صافيحة وطيبو في الفرن بالنسبة للقرعة لو بغيتو تقدرو تعمروها بالكفتة الكفتة والبيض والبصيلة حتى هي كجيزوينة بزاف ونسيت ما قدش ليكم ديك البصيلة داك القرعات رشوها بشوية ديال الملح باش مجيكمش باسلة رشوها بحت شوية ديال الملح عاد عمروها يعني مليت خويوها رشوها بالملح باش تشرب مزيان ديك المليحة ومجيكمش باسلة انا مزيتش الملح لان انا دقت الحوشو وجدتني يعني هيها ديك في الملح ما وغيش ان انا نزيد الملح ممكن او فات لما كترتوش الملح في الحوشوات قدرو تطرشو واحد شوية ديال الملح من الفوق انا زيت زيتون مثلالة قدرو تضيدو احتطريفات ديال الحامض اللي لابغيتو اليك يعجبكم سوف يو غدا نغطيه ونخليها طيب بالمهل هنا غا ندوز باش نوجد زعلوك هاد زعلوك فيتشاركتو معاكم ولكن دنجال دوائر غا نخليكم ان شاء الله الرابط ديالو اسفل الفيديو ممين مرة مرة كنحضروها دا حيث كي يعجب بزا 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 العائلة ديالي كيجي لديد بزا بفلفل حمراء كيجي ألد منها يعني كنحطر بزا 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 دنجال فتر مهم هنا صافي من بعد ما طابوا في الفرن يعني دي الفلفلة والدنجال اه قطعتهم وهنا غدا نزيد ليهم هنا الحامض المصير اه الففلة حمراء شوية دي الكامون و الى اخيرة هنخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل الفيديو بلا ما نطول عليكم هنا غدا نوجد واحد شربة باردة فيها الباربة اه ما مسلوقاش يعني خطرة طرية وفيها الخيار وفيها حبة دي البصل غي صغيرة فيها شوية دي القصبر وفيها ماطيشة وكوزيد الزيتون كانزيدو شوية دي الملح وشوية دي الكامون وكنتحنو وصافيها هي الشربة دي النا وجدة يعني شربة باردة يعني كل شي الخضر اللي فيها تريين تقدروا تزيدو شوية دي الحامض يعني كتجي على طيبة الملوحة كتزيدو فيها شوية دي الملحة اللي بغيتو مهم اللي كتتحنوها كتبقوا تزيدو يعني الماضاق على حسب يعني تبقوا تزيدو المكونات على حسب بالنسبة للملحة وشوية دي الحار اللي بغيتو مهم على حسب الضوقة ديالكم طفيها هي المائدة ديالي وجدات ها هو الطويجين كي بقدت لكم خليتو حتى نشوف مزيان من الماء جا الديد بزف 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 نتمنى ان شاء الله هتتغربوه حتى طاب ورشيتو بشوية دي القصبر مويم ها ديالي دايما سينياتور ديالي دايما كان ديرا كنا نزيد واحد الدميع ديال زيت الزيتون وكنا رش بالقصبر والمادنوس كي جي لديد بزف 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 حتى الطاجين صافي والبطاطا كيف شفتو جات حتى هي لديدة وزعلوك ها هو حتى هو جي لديد بزف وهنا الشربة جات لديدة بزف غي ولدي صغير اللي ما شربهاش لانا ما كتعجبوش الباربا مني ما كتكونش طيبة ما كتعجبوش الباربا كي يكلها بطريقة وحدا كنت شاركتها معكم هديك اللي كتكون بشوية فيها السكار وفيها فيها العسل وفيها المطيشة را كنت شاركتها معكم كان يحساب ليا كل شي الناس كي حضرها بالطريقة بهالطريقة الساعة قلتوا لي بانكم بزف ديالاخوات قلوا لي بان ما كانوش عارفين هاكيك يعني هديك الطريقة اللي كنت حضرتها بيها صافي هدي هي المائدة ديالغداء مو ما تشاركش معكم بالخبز لانا كترت عليكم وقيلة بالخبز بالخميرة البلدية صافي غالبا بحال هادشي ما كنا اكلوش بزف ديالخبز غالبا هادشي كيتكل بلا خبز صراحة وبالنسبة يعني الفول اللي را تشاركتو معكم حتى هو نخليكم ان شاء الله الروابط اسفل الفيديو تمنى ان شاء الله المائدة ديالليوم تكون عجباتكم وتجربوا هاد الوصفات اللي بسيطة وسهلة و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائه السلام عليكم ورحمة الله